في الوقت المشاهدين الساعة 8 صباحاً خلونا الروح لموجز لأهم الأنباء مع جمعنات فضالة جمعنا شكراً جزيلاً الثامنة صباحاً بتوقيت القهراء السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم قام رئيس عبدالفتاح سيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية وذلك بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلنت وزارة الصحة خروج 1846 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجماليون متعافين من الفيروس إلى 40367 حالة وفي بيان للوزارة أعلنت تسجيل 1989 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبدالله اللافي دعم المجلس لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللافي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 زائد 5 لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه ألغى اللقاء الذي كان مقررا بينه وبين نظيره الروسي سيرجي لفروف في جينيف هذا الأسبوع وذلك بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانقصاليتين في شرق أوكرينيا وإرسالها قوات إليهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا قال بلينكين أن الهجوم الروسي لأوكرينيا بدأ بالفعل وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عن هدفه المتمثل بإخضاع أوكرينيا بالكامل مضيفا أن بوتين يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التي حافظت على السلام في جميع أنحاء أوروبا والعالم وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش انتقادا شديدا لهجا إلى موسكو مؤكدا أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائيا مطالبا روسيا بالتزام هذا المثاق بالكامل في مخص العلاقة مع أوكرينيا وفي مؤتمر صحفي شدد جوتاريش على أن الدول الأعضاء وافقت عليها جميعا وعليها جميعا تطبيقها وأضف الأمين العام أن قرار روسيا الاتحادية لاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتين تونتسك والوغانسك يشكل انتهاكا لوحدة أراضي أوكرينيا وسيادتها أعلن رئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاتشينكو أن بلاده ستطور التعاون العسكري مع روسيا بغض النظر عما قد يفكر فيه الغرب بشأنها وفي تصريحات قال لوكاتشينكو أن جايشي البلدين قاما بتدريبات مشتركة وسعة النطاق على مدار الستة أشهر الماضية وشدد رئيس البيلاروسي على أنه من حق بلاده السيادي أن تتعلم الدفاع عن نفسها على أرضها في أي وقت وفي أي مكان ورياضيا فاز الأهل على ضيف مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد في الجولة العشرة من الدور الممتاز بهذا الفوز رفع الأهل رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدور الترتيب بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر ترجمة نانسي قنقر انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر لكن بعض الفاصل فابقوا معنا